اشتركوا في القناة لكن مهمة صعبة تنتظر محاربي الصحراء في مباريات كأس أمم أفريقيا فهم حلوا في مجموعة الموت التي تضم كل من غانا والسينيغال وجنوب أفريقيا هذه المنتخبات الثلاثة قوية منذ سحب القرعة كنا ندرك أننا في مجموعة صعبة جدا ويجب أن نقبل بنتجة القرعة وكان المنتخب الجزائري فشل في التأهل لكأس أمم أفريقيا في العام 2012 وخرج من دورة العام 2013 من دون تحقيق نقطة واحدة لكن المنتخب يحتل اليوم المرتبة الثامنة عشر على مستوى العالم وهو فاز في خمس مباريات من أصل ستة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا أن تكون الأوفرة حظا أمر صعب خصوصا في كأس أمم أفريقيا لا يمكنك تكاهم بأي شيء الآن سوف نلعب في غينيا كل شيء سيكون مختلفا وأكثر تعقيدا هل ستكون الملاعب جيدة؟ هل ستكون درجات الحرارة مرتفعة؟ كل هذه الأمور سيكون لها تأثير مهما كانت ظروف اللعب يمكن للجزائر الاعتماد على مهارات لاعب خط الوسط النجم ياسين إبراهيمي وسفيان فغولي وحارس المرمى المخضرم ريس لمبولحي وكانت الجزائر توجد بطلة لكأس أمم أفريقيا في العام 1990 على أرضها فيما يسعى منتخبها جاهدا الآن إلى استعادة اللقب